أشكرك يا علي لقتي لما علي جاله كورونا بقى عندك الشناوي وعندك مصطفى شوبير شفنا برضو مش فارق معاه مصطفى شوبير بيلعب في مباراة الكاس كأنه حارس مرمى كبير عنده ثقة وظهر بشكل كويس بالرغم أنه هو لسه صغير وكانت دي تعتبر أول مباراة لي مع نادي الأهل طبعا كان عندي ثقة كبيرة جدا في مصطفى شوبير لأنه لاعب لأنه شاب بيشتغل جدا على نفسه بيشتغل بشكل جيد أنا شايف كلنا في النادي شفنا في تميين هو بيدي إزاي في خلال التميينات وما حصل الفترة دي كان علي جاله انصاب الكورونا ومعد والشناوي كان مصاب طبعا جات الفرصة لشوبير وبدأ المباراة بقى الكاس وقلت له أنت عندك 20 سنة لأتي فرصة جت لك أن تلعب دلوقتي وقلت له جت شفته وقلت له بيلعب دايما مع النشئين كنت بجأت فرجها مع النشئين وقلت له إلعب كأنك تلعب مع النشئين بالزبط بنفس السقة وفعلا طبعا هو شاير اسم كبير اسم شوبير ده اسم كبير دي مسؤولية كبيرة طبعا وبيجي كمان بعد الشناوي بعد علي حرس الثالث ومباراة مهمة كانت مباراة في الكاس طبعا ما ينفعش نخصف الماتش في الكاس أو نخرج أو تم إخصائنا من الكاس بسبب أداء سيء منه عليه ضغوط كبيرة بس الضغوط ما قصيتش عليه بشكل سلبي قصيت عليه بشكل إيجابي وطبعا لازم نحطه في اعتبار أنك أول ماتش دي ملعبش حتى ماتش غير ماتشات ودية مكانش لعب ماتش راسبي وشوفنا كان عنده ثقة ظهرة جدا في خير اللقاء وقدى ماتش كبير جدا طبعا وقدى بالشكل ما كنتم منتظر منه ترجمة نانسي قنقر